الاستغراب من قبل مربي الثروة السمكية أنه موضوع ردم وتجفيف البحيرات هو من اختصاص وزارة الزراعة لماذا هذه المرة حول هذا الاختصاص لوزارة الموارد البحيرات؟ هذا الاختصاص حول لسبب واحد أولا فنيا إحنا ما عندنا أي آليات يعني حتى الردم من اليوم من عندنا بحيرة متجاوزة إحنا مباشرة الردم أو التنفيذ ما عندنا أي جهد فني اثنيا هي الوزارة التي تقدر تقدير حقيقي للمياه هي التي تقدر فعلا أن هذا المكان في وضع ماء حرج وبالتالي صعب أن يتوفر لحصة مائية وهذه الحصة المائية يجب أن تروح مثلا للزراعة أو لمشاريع مياه الشرب لذلك تم الإقرار في الإجنة العليا للمياه أن هذا المهم تكون برئاسة وزارة الموارد المائية لأن جهد الفني جهد الهدسي التقدير للوضع المائي هي التي تقدر أكثر من عندنا إحنا ننطل إجازة المربيه الثروة نرعى ثروتهم السبكية دوائرنا المختصة تقوم بواجباتها سواء البيطرية أو دائرة الثروة الحيوانية بواجباتها الفنية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر